اشتركوا في القناة 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 هذه الصورة التي توضح نوعا من التكاثر الجنسي يحدث في الحيوانات الأسد الذكر واللبوة الأنثى وبجانبهما صغيريهما حيث انهما يتشابهان في بعض الصفات التي ورثاها عن أبويهما الإخصاب الإخصاب هو ينتج عن اتحاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث المشيج المذكر هو الخلايا الذكرية والمشيج المؤنث الخلايا الأنثوية التكاثر اللاجنسي إنتاج مخلوقات حية من أب واحد فقط وإليك هذا المثال الذي يوضح التكاثر اللاجنسي كثير من النباتات تتكاثر لاجنسية مثل نباتة العنكبوت حقيقة هناك عزيز الطالب حقيقة علمية تتعلق بالتكاثر وهي أنك تستطيع بعض المخلوقات الحية العديدة الخلايا التكاثر لاجنسية تستطيع بعض المخلوقات الحية العديدة الخلايا التكاثر لا جنسيا فكر معنا ينتج عن التكاثر اللا جنسي مخلوقات حية تطابق الأب تماما في صفاتها ما سلبيات هذا التكاثر لاحظ معي عزيز الطالب هذا الجدول الذي يوضح الفرق بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللا جنسي في التكاثر اللا جنسي عدد الآباء واحد وفي التكاثر الجنسي عدد الآباء اثنين الخلايا الجنسية في التكاثر اللا جنسي لا دور لها أما الخلايا الجنسية في التكاثر الجنسي فلها دور أساسي في نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء الأبناء في التكاثر اللا جنسي يشبهون آبائهم تماما أما في التكاثر لا جنسي فيختلفون عن آبائهم ويأخذون بعض الصفات الوراثية منهم هل هناك خلط في الصفات الوراثية؟ في التكاثر اللاجنسي لا يوجد خلط بين الصفات أما في التكاثر الجنسي فيوجد خلط بين الصفات الوراثية كيف تتكاثر المخلوقات الحية لا جنسيا؟ تتكاثر المخلوقات الحية لاجنسيا عن طريق أولا الانقسام ويحدث كما في البكتيريا حيث ينفصل الخلية إلى خليتين وتماثلتين لها الصفات الوراثية وهذه الصورة توضح لنا التكاثر اللاجنسي عن طريق الانقسام وهي صورة مكبرة تبين انقسام البكتيريا التبرعم النوع الآخر من التكاثر اللاجنسي حيث ينفصل جزء من المخلوق ليكون مخلوقا جديدا وإليك هذه الصورة التي توضح التكاثر بالتبرعم وهي صورة مكبرة تبين تبرعم الهيدرة النوع الثالث من التكاثر التكاثر الخضري حيث تنوى النباتات جديدة منطلقة من الجذور أو الأوراق أو السيقان الساق الجارية هي الساق نبات تغرس في التربة يتم تدعيمها لتنوى وتصبح مخلوقا جديدا وهناك عزيز الطالب طرق أخرى من التكاثر اللاجنسي في الحيوانات كما يحدث في النحل حيث تقوم ملكة النحل بوضع البيض فبعض البيض مخصب والبعض الآخر غير مخصب البيض المخصب ينتج لنا إناث النحل أو العاملات والبيض الغير المخصب ينتج لنا ذكور النحل تكاثر نبات الفراولة الصورة التي أمامك توضح نوعا من التكاثر يحدث في نبات الفراولة انظر يا الصورة التي أمامك تعال معي نقرأ الصورة أي جزء من نبات الفراولة يمكنه إنتاج نباتات جديدة دون بذور عند ملاحظتك للصورة تجد أن الساق هي التي تنمو وتكون مخلوقا جديدا ولإرشادك أكثر انظر إلى هذه الصورة وأي جزء من نبات الأصلي يتصل بنبات الفراولة الجديد إليك عزيز الطالب جده ليوضح لنا الفرق بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي التكاثر الجنسي لا بد من وجود أبوين والتكاثر اللاجنسي يتطلب لحدوثه أب واحد فقط الخلايا الجنسية في التكاثر اللاجنسي لا دور لها أما الخلايا الجنسية في التكاثر الجنسي فلها دور أساسي في عملية الوراثة الأبناء في التكاثر اللاجنسي يشبهون آباءهم تماما أما في التكاثر الجنسي فهم لا يشبهون أباهم تماما الصورة التي أمامك توضح تكاثر الجنسي يحدث في الأراني انظر إلى الذكر والأنثى وصغارهما هل صغار الأراني يشبهان أباهم تماما سنلاحظ هناك اختلاف في اللون وفي العين وفي الأذنين كيف تستطيع أن تعرف أن الأراني في الصورة ليست ناتجة عن تكاثر الجنسي وفي نهاية هذا الدرس عزيز الطالب ملخص لك النقاط الرئيسية في الدرس ملخص الصور تنتج المخلوقات الحية عن مخلوقات الحية أخرى عن طريق عملية التكاثر الإنقسام والتبرعم والتكاثر الخضري طرق من التكاثر اللاجنسي تتكاثر بها أنواع مختلفة من المخلوقات يتيح التكاثر الجنسي تنوع صفات المخلوقات الحية إليك عزيزي الطالب بعض الأسئلة التي نستطيع بها التعرف أكثر على التكاثر تنتمي الساقة الجارية إلى نوع من التكاثر اللاجنسي يسمى تنتمي الساقة الجارية إلى نوع من التكاثر اللاجنسي يسمى التكاثر الخضري السؤال الثاني ماذا يحدث بعد تكون برع على مخلوق حي ماذا يحدث بعد تكون برع على مخلوق حي لاحظ أنه ينمو ويكون مخلوقا جديدا ثم ينفصل عن المخلوق الأصلي نلاحظ عزيز الطالب أن هناك مخلوقات حية مثل البكتيريا سريعة التكاثر حيث أن الجدول الموضح أمامك يوضح لنا عدد البكتيريا في دقائق من عدودة فيليك هذا الجدول ما يلي عند بداية الوقت نلاحظ أن عدد البكتيريا عشرين وبعد عشرين دقيقة نلاحظ أن العدد هذا يتضاعف إلى أربعين وعند أربعين دقيقة نلاحظ أن العدد يتضاعف إلى ثمانين وستين إلى مئة وستين وثمانون إلى ثلاثمائة وعشرين ومئة إلى أربعمائة وستين كم سيكون عدد البكتيريا في يوم كامل؟ بهذا نصل عزيز الطالب إلى نهاية درسنا هذا ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وإلى لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر